موضوعات وفقرات التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم والإعلامي يوسف الحسيني مساء الخير يوسف زك يا يوسف عامل ليه يا يوسف مساء الخير يا يوسف أخبرك إيه أهلا بي أهلا بيكم يعني سريعا علشان وقت الحلقة معك أكيد النهاردة في موضوعات مهمة طبعا في كلمة رئيس قدام خذ راحتك يا يوسف لا أنا هو مش بيدي والله والله صح بيدي الله يخليت لكن استوقفني موضوع ممكن داخلي وكان تم يعني إثارة الفترة اللي فاتت عن موضوعات الانتحار يعني إذا فيه كود مقترح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم تغطية حوادث الانتحار العقل زينة يعني لو صح الكلام أنا من أنصار دايما إيه ما فيش داعي نقعد كل شوية نجري ورا شير ولايك ولازم يبقى فيه عندنا وكنا نتكلم في ده كتير يعني أنا وإنت وغيرها وكل زميلنا إن رازم أدائما فيه حد قادنى من الالتزام الأخلاقي والعقلي والمهلي إيه الوجاهة وإيه الجمال وإيه الإبداع وإيه الصبق إنك تعرض فيديو شديد العنف يعني حد بينتحر حد بتخبطه عربية فبيطير في الهوى ويقع يتفرتك حاجات من النوع ده اللي هو ليه طيب السؤال هو ده بيحصل في حتة في الدنيا؟ لا يعني لما تيجي تشوف مثلا محطات كبيرة C&A ولا BBC ولا CBAS ولا حاجات زي كده الحاجات دي ما بتتعرضش ما ينفعش فيه قانون منظر لا يليق طبعا يعني الـ FCC مثلا في أمريكا توقف ده على طول فيه شخزار والمحطة تتعرض لعقوبة وبالتالي فيه طريقة إزاي نقدر نتكلم بيها على خبر متعلق بحادث مؤلم جدا أو شيء يبقى فيه مشاهد صعبة أو حالة زي حالات انتحار إلى آخره فأنا كنت تسعين جدا باللي حصل النهاردة إنه يتحط زي كود أخلاقي ومهني للتعامل مع النوع ده من الحوادث مهم جدا صحيح أنا عجبني كلمتك قوي العقل زينة وفكرة الوعي حتى في التعامل مع هذه القضايا يوسف ويمكن المحطة الهاتفية اللي كانت مع سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت معاك منذ أيام سيدة الرئيس قال فيها جملتين في غاية من الأهمية في الحقيقة أولها الوعي لما كنت بتكلمه على تجديد الخطاب الديني أول حاجة طبعا قالها الوعي وتاني حاجة قالها فكرة تكوين عقلية ناقدة وده ما بيحصلش ما بين يوم وليلة ده بيحتاج لي سنوات وبيحتاج لي أن المجتمع يتضافر بكل أجهزته ومؤسساته كمنظومة لتشكيل الوعي منذ الطفولة وحتى الشباب وحتى أن يصبح رجل أو سيدة فكرة أن تفرز أو أنك تختار بين الحق والباطل وتكون عقلية فارزة تكون عقلية ناقدة ده مهم جدا في التعامل مع المرحلة اللي إحنا فيها والمرحلة اللي إحنا مقبلين حتى عليها 100% يعرف تعليقك يعني بصراحة هي فكرة أن أنت تشغل بس مخك مسألة مش محتاجة مجهود كبير للدرجات هو زي ما اتقال في خبر النهاردة بتاع وزارة الأوقاف والمجلس اللي على تنظيم الإعلام هو دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي هنسيبك لحلقتك تنشر الوعي في المقبل في حلقتك تنشر بقى والله يا يوسف هننفسي مرة نعمل حلقة كلنا ساوها كده ونعد نتناقش يا عيمة مش في معانا ضيوفنا نبقى احنا بنستضيف بعض وبنسأل بعض أنا مستعد في ما نشي مشكلة فكرة عليه مرة نجر كرة يا يوسف شكرا يا نوها شكرا لكل صناعة التاسعة ونستأذنكم نبدأ فقراتنا